يقولون بأن مادة علم الحياة الأرض صعبة للغاية لماذا يضحك هؤلاء يا صديقي؟ أعتقد بأنك سوف تعرف هذا بعد مشاهدتي هذا الفيديو الدرس دينا اليوم هو لزاليمو الأغذية هو أول درس بالنسبة طواز يمانيك والإجيال وماوك السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسية كما العذاب أركز معي حتى الآخر لفيديو خذ بلاصاتكم فيها مرتاح أجيب معك ورقة وستيلو باش تدون ملاحظات المهمة وقعوا عليك كما العذاب نتلاقو من بعد هذا الفاصل صباح الخير ومساء الخير يلا بواح سوف نبدأ بهذه المقدمة سوف نقرأ باللغة العربية وهذا الشارع مكتب هنا باللغة الفرنسية سوف نقرأ باللغة الفرنسية لكي يلبي الحاجيات اليومية من حيث الأغذية يجب أن يأكلها الكثير من المرات في النهار وهذه الأغذية سوف تكون متنوعة ومتوازنة سوف نقرأ باستثناء الماء والأملاح المعدنية باستثناء هذه الزجاجة جميع الأغذية الي كي يأكلها الإنسان إما كتكون من أصل حيواني ولا كتكون من أصل نباتي هنا كما نرى هذه الصورة في هذا التنوع الأغذية سوف نقرأ السؤال ما هي مكونات الأغذية سؤال يراودني وش الأغذية جميعها كتكون من نفس المكونات ولا كي ينشي اختلاف هات المكونات بقوا معي باش نعرفوا الجواب على هات السؤال ومن بعدها دين تدخلوا نشوفوا أيضا الضور ديال الأغذية اللي كيتناولها الإنسان وكيفاش كي يستفد الجسم من الأغذية دوك انباس وقد نبدأوا بلا كومبوزيسيون ديال الضاليمون مكونات الأغذية قبل ذلك قد نتعرفوا على ما هو التعريف ديال الغذاء ولا الأغذية الأغذية كما كتشوفوا معين الأغذية هي مكونات أو هي المكونات اللي كناكلوا اللي كنستهلكوا باش نلبيوا الحاجيات الغذائية ديال الجسم ديالنا وكنا نقسم هات الأغذية حسب أصلها إلى أغذية من أصل الحيواني بحل اللحوم الحليب مشتقد دياله البيض البواصون أولا البواصون الأسماك إلى آخره لدينا أغذية من أصل ناباتي فيجيتال اللي هي مثلا الخضروات فواكه حبوب مثلا القمح إلى آخره فاصوليا وذلك القطانيات إلى آخره أو أغذية من أصل معديني الماء والأملاح المعدنية بحل الملح اللي كنطيبو بها وكذا الشيء يجعلنا نطرح السؤال التالي واش الأغذية اللي كناكلوه واش كتختلف من حيث المكونات الكيميائية اللي فيها ولا كتحتوي على نفس المكونات بقى معايا باش نتعرفوا الجواب إذن هادشي كي خلينا ننتقلو المحور الأول اللي هو الكشف عن المكونات الأغذية لا ميزو النفيدانسي ندي نكشفو على المكونات دي الأغذية كم إكزمبل ندي نخدمو على الخبز والحليب بقى معايا باش نكشفو على المكونات الأغذية نستعملوا واحد المحالي الكيميائيه واحدة المواد الكيميائيه هال المواد الكيميائيه نسميه 힘들 تقوني أم sindicator اللغة العربية الكواشف لكنوا كانت تعاقلوا لي على واحدة من هاته ثلاثة هادو تعاقلوا لي على الفيه شعور العدد منه هاد حدث المادة كيميائية التي تعطينا تغيير في اللون الى تفعله مع غذاء بحيث كل اللون يؤشر على وجود مكونات في الأغذية هذه نخدمه أمثلة بحيث تفهمه بزيان هذا هو التعريف الكاشف كان بعض المكونات اللي يكونوا في الماكلة مثلا في الخبز مثلا اللي هي قابلة للدواب بحيث الأملاح مثلا هذه المكونات اللي كانت الدوب في الماء بحيث نكشف عليها ما كان أجوتيوش مباشرة ما كان نضيفوش مباشرة ذاك الكاشف الكيميائي بل كان نحضروا ما يسمى الرشاحة ديال الغذاء وشتياد الرشاحة المتابع إذا باش نحضروا الرشاحة ديال الخبز كان أخذوا قطع ديال الخبز كان ندوبوهم في ماء مقطر لا ديستيلي يعني ماء خالص في غي الماء باش يدوبوا المكونات في الماء من بعد كان أخذوا ذاك الخالط هاداك وكان نعرضوه لعملية ترشيح فيلتخاسيو على دام بابياي كيما كنشوفو هنا باش نفيلتريو هاد المكونات هادي بابياي فيلتخ كيتسمى ورقة ترشيح من بعد ما كيترشيح تاكل الخالط كان نحصل على واحد السائل كيتسمى الرشاحة الخبز وشافيه فيه الماء بالإضافة لمواد القابلة للدوابان باش نكشف على المكونات القابلة للدوابان كان نخدم دوك التجارب على هاد الرشاحة هادي صحيح ايضا باش نكشف على المكونات القابلة للدوابان في الحالب خاصة نحضر رشاحة ديال الحالب هارو كيفاش نحضر هاد الرشاحة ديال الحالب كناخدو حمض كما بغيكون في هذه الحالة كناخدو حمض كناخدو حمض كنضيفه على الحليب هذا الحليب هذا كيتتقسم على جوج كي أعطينا واحد لبطي صوليد واحد الجزء صلب كيترص بالتحت اللي هو الفخوماج الجوبن واحد لبطي لكيد واحد الجزء سائل كيتسمى المصل السيروم من بعد كناخدو هاد الخاليط هادا كنعرضوه لعملية الترشيح كنصفيوه بذك البابي فيلخ ديك ورقة الترشيح من بعد كنحصلو على رشاحة الحالب اللي فيها كم العذاب فيها الماء بالإضافة لمواد القابلة للدوابان في الحالب صافي؟ ومن بعد دي نمرو للتجاري باش نفهمو جيدا دك اونباس لسيكسبرينس 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 باش نكشفو على وجود الماء الغذاء سوف نأخذ الغذاء خذ الحال خذنا الحليب فدرنا فوح الأنبوب تيوب كنتونان دولاي وعرضناه للشوفاج التسخين بعد مرور وحد مدة زمنية كنلاحظوهر بخار الماء بالإضافة لبعاد الفقاعة لسيكسبرينس لسيكسبرينس كنتونان وعرضنا على وجود الماء في الحليب لذلك الماء يتبخر وخرج من الحليب الغذاء تسخين نتجزة يقفد هذا ما هو أي غذاء تسخين يقول أن هذا الغذاء يحتوي على الماء لا توجد غذائب أي غذاء كما تريد نقوم بمجرد التجربة الثانية هنا سنشرها نشاهد الوجود هذه الواجهة تسمى النشا واحدة من نوع ذي السكر يوجد طحان في القمح الذي طيبنا به الخبز هذا من نوع ذي السكر هو سكر معقد ولمركب يعني لا يدوب باش نكشف عده هاد نعضيه السكر المركب انسوك كمبليكاي ولا كمبلاكس باش نكشف عده هك نستعملوا واحد لغية كتيف كي تسمى لو يوضي ماء اليوض صحيح دوك هاد ماء اليوض كي يكون في اللون ديالو كي يكون أصفر جانا من الليك نضيف هاد ماء اليوض على الخبز هاد الخبز هاد كي تفاعل ذاك لو يوضي مع هاد الاميضو هادا مع ذاك النشاها ذاك ذاك النوع ديال السكرية وكي أعطيني واحد لغية كولوراسيون بلو نوع كي أعطيني تلون الزرق داكن وشي كي يعني هاد شي كي يعني ان الخبز فيه لاميضو صحيح دوك اي غيذاء ذات علي هاد لو يوضي وعطاني هاد لغية كولوراسيون بلو نوع كي نقول ان ذاك الغيذاء يحتوي على نشا لاميضو اللي هو نوع منه السكريات المركبة هل سكر كمبلكس صحيح؟ ولا كمبلك إما كنسميهم لسكر ولا كنسميهم لغليسيد لغليسيد سكريات دوك باش ما نطووش عليكم هاد ننبوزي او اللي غدين وقفوا للميحور هاد بعد هاد نتاقلو للدوزيان بارتي في القريب العجل ان شاء الله دوك نتلاقاو في فيديو قديم ان شاء الله ادن لبولون الي هاد لغليسيد لغليسيد لغليسيين هاد لغليسيين لذلك سوف نبدأ على البراكة الله لذلك الرابع نظر على الماء للماء الميضون دولة فهو فقط يجب أن تشوف تخين وعطينا واحد القطارات الماء لذلك سوف نتذكر هذا الماضي لذلك ونظر على الموجود الماء الميضون الميضون هو واحد من نوع السكر السكريات المركبة السكر المريكس Shocker symbolية المكونات هي المكونات وهو ليس المكونات ويستخدمه الرشاحة نستطيع الضوء هنا أجد الضوء عمله سنستطيع الضوء الضوء سنضيف هنا لا أعطيه نتجه سيكون لديه بالنسبة للبن الضوء سنضيف لديه محلول هذا محلول لأنه يكون لونه أزرق اللون الخالط يكون أزرق من بعد أن نضع الشفاج كنسخنه كنلاحظ أنه تحول لون البرتقالي ولا كنسميه أحمر أزوري غوج بريك يعني دير بحل ليازور بحل لون دير ليازور اللي كان بنيو به نضع لنا بعد مرور واحد المدة هاد الخالط هذا هاد يعطيني واحدة الراصب في الأسفل هاد البرسيبيته غوج بريك هاد البرسيبيته كي دل على وجود السكريات الباسيطة لونك لبن أنا ماشي لولي لبن كنتين لسكر سامبل اللي كتسمى لغليكوز صافي حتى لولي حتى هو اللي كنتين لسكر سامبل ولا لغليسيد سامبل كيفش كتسمى هادوك لسكر سامبل اللي كيفل في لولي ما كتسماش لغليكوز وإنما كتسمى اللاكتوز حتى هو كنكشفولها بنفس طريقة بستعمال لليكور دفيلينك كي أعطينا راسيب أحمر أجوري طبيعي الحال بعد ما كنخدمو لو شوفة تسخين طيق أمباس هنا غدي نكشفو على وجود الكالسيوم أملاح الكالسيوم كنستعملوا ما يسمى بواحد لغية كتيف واحد الكاشيف اللي هو اوكسالات دامونيوم طبيعي الحال كنخدمو لفيلتخا لأن هاد الكالسيوم حتى هو قابل للدوابان طيق هاد لفيلتخا ديال اوكسالات الامونيوم برضون هاد لغية كتيف ديال اوكسالات الامونيوم مالي كنزيدو على هاد لفيلتخا ديلي كي أعطينا واحد لبخي واحد للكولوراسيوم كي ي بلانش دونك واحد المدة إلا خلينا هاد الخالد هادا كي ترصب في الأسفل وكي أعطينا واحد لبخي سيبتة بلان واحد الراسيب أبيض وهاد شيء يعني أن الحاليب فيه أملاح الكالسيوم نفس تجربة اللي جربناها للخبز هاد يتعطي لي نفس النتيجة وكان قول أن الخبز سيكون فيه الكالسيوم لذلك أي غيذة قدرت دهت عليها التجربة وعطاني نفس النتيجة كان قول أن ذاك الغيذة فيه الكالسيوم لكي نكشف الكالسيوم بستعمل هذا اوكسالات ضمونيوم عقلو ليها مزيان ونباس الآن لكي نكشف على وجود أملاح الكلورات الكلور نستعمل في هذه الحالة لنطارات دارجون الرياكتف يتسمى نطارات الفتة نستعمله نضيفه على الفتة دولة أو الفتة دوبان أو أي غيذة كاللاحظ أن يعطي نحن الكولورات بلانش ولكن إذا خلناها سو للمير إذا خلناها تحت الإضاءة سيقوم هذا الخاليط هذا يضعني راسب كينواغ سي الذي يسود يعني ولينواغ سيبقى أبيض ماذا يؤثر عليه الإضاءة إذا يضعني هنا واحد الراسب أبيض كينواغ سي على اليمير الذي يصبح السود تحت وجود الضوء وش نقول في هذه الحالة تفسير نقول أن الحليب فيه أملاح الكلورورات صحي نفس تجربة التي تعلنها مع أي غذاء يحتوي على أملاح الكلورورات لكي نكشف على الأملاح الكلورورات باستعمال نطرات الفضة نطرات ضرجون وهذه النتيجة الكشف صحي نطرات هنا نأخذ أي غذاء سنضيف له واحد لغي اكتيف كي تسمى لصيد نيتريك حمد النيتريك هذا حمد نيتريك يلي الغذاء وإعطي نطرات الكولوراسيون كي يجون كنقول أن هذا الغذاء هذا يحتوي على البروتيد كي يحتوي على البروتيدات صافي دونك أي غذاء ستعلي هاتشي وإعطاني كولوراسيون جون صفراء كنقول أن ذاك الغذاء يحتوي على البروتيدات البروتيد صافي دونك ننتظر فينالما بقاتلي اللي دهنيات ولا كتسمى الماتير غاس المادة دهنية سيطرات لك District لكي اشفو على البروتيدات نانتظر التعليف بالفعل البüzel وان دهنية يحتوي على البروتيدات وان دهنية نح wash البروتي بعد الأمر دهنية الغذاء يستخدم الغذاء اللي يقرض اللي اللي يتخدم دونية دوني نشف الزنية نشف الزنية يعمل الماء السلطية نشف الزنية أن هذه الدهنيات لا يمشون من الورقة وقد أعرضناهم لعملية التجفيف هذا لكي نكشفه على وجود الدهنيات بحالة لحالة هذا اللحم لفوكا وهذا القطع الذي يوجد زيت يغيش دهنيات وهذا هو طابل وحالة لبين على الشكل طابلو كي يبين جميع التجارب اللي قمنا بها والنتائج ديالها وهذا هما الأغذية اللي كشفنا عليها إذا أخذنا أي غذاء خبز حليب أي حاجة هاد الأغذية هادو كي يحتوي على مجموعة من الأغذية هادو يعني ذاك المواد اللي كشفنا عليها هذا المواد اللي كشفنا عليهم كمشتوك شفنا على الماء على السكر كو سواء كومبليكس ولا سامبل كشفنا على السيد منيغو أملاح المعدينيه كشفنا على البروتيات والبروتيات وكشفنا على الدهنيات هادو كيفش كنسميهم هادو اللي كشفنا عليهم كنسميهم ليزال ليمون سامبل أغذية بسيطة صافي وإلا أخذينا الخبز والحليب والمواد اللي كان أكلهم كنسميهم ليزال ليمون كومبوزي أغذية مركبة أغذية مركبة لحقش فيها بزاف دي الأغذية البسيطة مفهوم هادي كن واحد الاستثناء بالنسبة للزيت مثلا الزيت الزيت إلا أخذيناها أغذي نلقا فيها فقط لليبيد إلا أخذينا مئة جرام دي الزيت في هذه الحالة لا أقدش نسمي الزيت ما أقدش نسميها غذاء مركب ألاش لحقش فيها غير واحد الغذاء بسيط فيها الزوجو لثلاثة والاربعة صافي وفي هذه الحالة الزيت ما أقدش نسميها أليمون كومبوزي وإنما أقدش نسميها أليمون سامبل كنفو مهدي لكي تفهموا غادي نفوتو الواحد الخلاصة الاخذية المتصفية الخبز والتفاعي يسمى اخذية المتصفية لماذا؟ لأنها تحتاج لكثير الأغذية البسيطة ماذا تدعى الأغذية البسيطة؟ سنقسمهم على الجوش إلى الأغذية البسيطة التي تشاهدنا عليها في التجارب هذه الأغذية البسيطة عضوية ممتازة كيف يكون هذه العضوية؟ كالليجليسيد والسكر السكريات طبيعة الحال مركبة ومعقدة عفوين وبسيطة بحال ميضون والغليكوز واللاكتوز ويدنا بروتيتات ويدنا الدونيات الليبيد والماتير غاز وغدي يزيدكم الفيتامينات هذا الربعة عقل عليهم كيتسمو أليمون سامبل أورغانيك أغضية بسيطة عضوية على اسمها عضوية لحقاش هي قابلة لإحتراق تتحرق إلا خلينا واحد طاجين فوق البوضة هذي ينسينا هذي تحرق يقول لي كحل علش ولها كحل لحقاش فيه الكاربون شكو لي كيتتحرق في هذك الطاجين هما هذي المواد العضوية السكريات ولا الدهريات ولا الفيتاميات ولا البروتيتات صافي؟ وكان في المقابل كان أغضية بسيطة معدنية مينيغو هذي غير قابلة لإحتراق شكون هم هذي الأغضية البسيطة المعدنية وهما الماء والأملح المعدنية بحال لش هذي الأملح المعدنية بحال الكالسيوم الكلورير الفوسفور الحديد إلى آخره كنتظن أن الفكرة واضحة صغي؟ ذوك جامع الأغضية اللي كناكلوا فيهم أغضية بسيطة دي ظالمون سامل وهذي الظالمون سامل قسمناهم على زوج كين عضوية وكين معدنية صغي؟ دوك هذي نضوه واحد تمانية بسيطة باش نحاول الفهمه هنا غديت ستبوزي على فيديو وغديتحاول لجاوب على هذا الجدول هذا هالجدول هذا هذي نعطيكم عليه تمانية دي النقاط زائد جوجدون النقاط ديال المحاولة. إن كنت كتحاول أنا كتجاوب على هالتبعين هنا. دوك شادي دي دينايو. غادي تختارها هنا غادي تعمر. فرهم للظالمو كومبوزي فرهم لغي اكتيف المتفاعلات واللعفوان الكواشيف اللي استعملنا. فرهم للظالمو سامبل مينيرو لغذية البسيطة المعدينية فرهم للظالمو سامبل أورغانيك لغذية البسيطة العضوية. عندكم الغليكوز, السيد نيتخيك كلور, البوم تفاح, الغليتان وحادي نعدي لبروتيذ عندكم الماء, أكسالات دامونيوم وفياندة دوك بوزي لفيديو خدم هاد الجدول هاد ومن بعد أرجع باش تشوف تسحح تسحح هاد نعطي لكم بعدها قليل إذا نتسححوا هادا نقولوا لي في التعليقة ما حاجبته من نقطة قلت لكم هاد التمرين هادا عليها تمانية ذي النقطة زائد زوج ذي النقطة ذي المحاولة اللي حاولته بحيث كل جوج صحاح أو كل واحدة صحيحة عليها نقطة صافي واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زائد زوج ذي النقطة ذي المحاولة قلوا لي في التعليقات اش عاجبته على عشرة إلى اللقاء لدينا يمكننا محاولنا بذلك الأخطاء المحاولة المحاولة من المحاولة الرضاق كان الأغذية الأغذية التي نأكلها اسمناها أغذية مركبة هذه الأغذية التي نأكلها تقريباً بالميليغرام يعني القيمة لهم تكون صغيرة والزطر تحسبوهم بالغرام لذلك نرى جميع الأغذية التي نأكلها تقريباً تكون فيها نفس المكونات إلا أن هذه المكونات تختلف من غذاء إلى آخر بحيث تقريباً مثلاً البيض إلا أنه يكون فيه ومن يكون فيه 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 وما يكون فيه ليس هناك الكثير من الكثير من البيض إلا أخذتنا الآن بورتوغال بورتوغال فيه الحياة الإرشان – الإرشان – فيه الثامر تقريباً مالذيكاً إلا أنه فيه يعمل بصورة إلى الزيت الازيط يجب أن نضع 100% من البلد يوجد مياه في الداهنيات وبالتالي يمكننا نظر الويل كم أن الليمان سيبط يمكننا نعتبره الزيت كغذاء بسيط لماذا؟ لن يجب أن نضع فقط البلد صحيح؟ جيد هذا النزل لتفهمه جيد هذا النزل ونقوم بسيط الزيت يمكننا نقوم بسيط المترجم للحوم والحليب والخبز يسمونها أغضية مركبة لماذا؟ لأنه يصنع من عملي أغضية تركبون بمجموعات الأغضية البسيطة لأنها تقسمون على الجوج أغضية الأغضية السكريات الدهنيات المترجم للغاية هذه الأغضية البسيطة كنسميهم عضويا عضويا يعني قابلة للإحتراق وعدنا ديزاليمون سابل منرو بيا منيرال صافي دونك جكونو مادلي ديزاليمون سابل منيرو همالو الماء ألاسي المنيرو أملاح المعدنية بحال الكالسيوم الكلورير الفوسفور الحديد إلى آخر كمشفنا كم روماك الزيت هو واحد ديزاليمون سابل علاش parce qu'il contient أبو بري 100% ديزاليب نفوما هدي جدا كم نحن وانا ديزاليب نحن تريد هم معينة المجمعين تركيب الكيميائي للماء وانا ديزاليب وانا ديزاليب نحن نفوما نحن نضيف حسابه من المترجم المبنية وانا ديزاليب وانا ديزاليب نصنف بعض الأغذية في واحدة الجدول على حساب التركيب الكيميائي كيف ذلك؟ سنقوم بعمل أغذية غنية بالسكريات أغذية غنية بالدهنيات أغذية غنية بالدهنيات أغذية غنية بالبروتيدات صحيح؟ لذلك، الجدول هو هذا أغذية غنية بالسكريات مثل الخبز، البطاطس، العسل، التين الجاف، تمور والموز هذه أغذية غنية بالسكريات أغذية غنية بالدهنيات الزيوت، الجبن، الزبدة، الافوكا، اللوز والزيت هذا لا يعني أن هذه الأغذية غنية بالدهنيات لا، لديهم عناصر أخرى، لكن لديهم قيمة كبيرة للدهنيات نفس الشيء بالنسبة لهذه الأغذية التي ترونها في الأول لدينا أغذية غنية بالبروتيدات أسماك مثل السردين، مثلا، الدجاج، الكابيد، الفصولياء، العدس، والحمص لدينا أغذية غنية بالبروتيدات وجميعنا، كنبروتيدات من الأصل حيواني، وكنبروتيدات من الأصل نباتي هذه الفصوليات من الأنذي والفصوليات من الأولين ومن الأولين من الأرج胞 بطول سنة سنة لأقلنا سنة لتقلنا فنة دون 100 قرام أعرف هذا الشيئ مليز جداً إن شبك أملاح المعدنية، حينها ويكش أملاح الادنة الوحن، ويدهنيات، والفيتامينات بشكل معظم الملاحظة أعامة أخذ نصف حتى أقوم بشكل معظم في الاخبار الخبز بعمل أملاح الوحن صغيرًا بأملاح الوحن دونك إلي بوضع سيل منيرو تربيل آآ لي بروتيت أوبيان اللي بيد بردون اللي بيد إلي او سي بوضع اللي بيد فيها بزاف ديال لغليسيد في خمسة خمسين غرام إلي بوضع وان فيتامين صافي؟ دونك شاكر الله هنا هنالي سبعة غرام زر وسبعة غرام وهنا خمسة خمسين غرام دونك هاد هاد القيم هادو هيا متباعدة صافي غير متوازينة دونك إلي نان إكلي بريد دونك لبن يكون دونك إلي بريد دونك لبن يكون دونك إلي بريد إلي بوفر من المنسابل تلك اللي بيد كل فيتامين وكالك سل منيرو تربيل على كوب نسبة للحليب في شوفنا تاتعونس ناتلاتا أنا خمسة هاد الازاليمن سابل ارغانيك إلي سان إكلي بريد إلي ريشة عن فيتامين ريشة عن سل منيرو ريشة عن نو صفي؟ دونك كوب تاندي دير شردين سنتش تقدم ساحة شلين دينيو مرحباً مرحباً جيداً تنبال ونصل بم بيلم تحقيق ليلة الكناهو ليست ِ قلقي ارضى المأطلقات فيها كمية متوازينة في الحليب وهذا يعجب ريشة عن دونك إلي ريشة عن نو صفي؟ دونك إلي ريشة عموا بيتامين بيانيك بيان سور بيانيك بإمكان أيضاً بيان بيانيات بيانيك بيانيات والتعالي من البيانيات ويانبه من المترجم ماذا نعني أدفع؟ هذا لن يكون لديك إجابة المستخدم ماذا؟ الغذاء يكون ميطة مجرد فإنه الغذاء يكون ميطة 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 لكن غير كامل وبالتالي ذاك الراضيع خصو الحليب اللي هو غذاء كامل صافي دك امباس هنا انا امفاظ لغول دي زالي من سمبل الدور ديال لغذية البسيطة هنا قد نشوفو الدور ديال السكريات الدهنيات والبروتيدات تغيبين على هنا في سباق ديال الماراتون ديال 42 كم هذا العداء هذا خصوية يكون بابين 1000 حتى 1200 قرام ديال السكريات الور هو في النهار خصوية فقط 400 قرام لكن من لك يجعل واحد المجهود عضلي كبير خصو كمية كبيرة ديال السكريات بشي مكلي نستنتج ان هاد السكريات كتعطي لهاد اللاعب الدخبية كتعطيها الطاقة طاقة باش يتحرك دونك الطاقة ميكانيكية مزيان هنا في الدول ديال مثلا لزيس كيمو هادو كيتسمو لزيس كيمو كي يتغضوا يعني هادو كيعي يشو في المناطق المتجمدة القطب الشامالي والقطب الزنوبي مثلا ويأكلوا في الغذاء الاساسي ديالهم في فصل الشيطاء كي يأكلوا هاد الفقمة لوفوك لها الفقمة هادي كتكون غيش انغرس كتكون فيها الشحمة بزاف خصوة في النهار ما بينجوج حتى ثلاثة كيلو ديال هادو اللحوم هادي وشي يمكن نستنتج يمكن نستنتج ان هاد لغرس يعني هاد الدهنيات هادي كتعطي لهاد السوكان الحرارة ذو كتعطيهم الطاقة الحرارية الإنغجي تغميك خبيع وبالتالي السوكريات والدهنيات هاد نسميهم دي الزاليمو إنغجيتيك أغضية طاقية هنا شكل لحد عندنا مثلا الرضيع الطفل الصغير المهر الصغير ديالحصان الصغير ديال البقرة الصغير ديال الخروف الصغير ديالكلب القونية هنا الكمية ديال الحليب ديالالأم ما شحل فيها ديال البروتيتات وشحل فيها ديال الأملاح المعدنية وهناد كالطفل الصغير ما شحل أخصو ديال المدة بالأيام باش يضايع عفل كتلة ديال الجسم دياله صافي وش يمكن نستنتج كها نظرة أعامة كان نستنتج أنه كل ما زادت كمية البروتيت البروتيتات في الحليب ديال الأم وكلما أيضا زادت الكمية الأملاح المعدنية كلما تستغير هذا ينمو بسرعة صحيح؟ يعني تخصوها للمودة قليلة لكي يضعف المودة في الجسم وبالتالي وش يمكن أن نتنتج أن هذا البروتيتات من أصل حيواني نحن كي نفلولي البروتيت دوريجين أنيمال الصن دي الظالمو باتيسر أغذية بنائية كتبني الجسم كتبني الكتلة العضلية اللي كي نفل الجسم بالإضافة لبعض الأملاح المعدنية مثل أملاح الكالسيوم اللي كتقوي العظام فينالمو هنا واحد دو تكست هذي نخرجوا الضور ديال الماء والضور ديال الفيتامينات الأضياغي يعني الإسهال مليكة تصاب الإنسان بالإسهال كيف يفقد واحد الكمية كبيرة ديال الماء والطبيب كي يقول له أنه خصو ياخد كمية خصو يشرب بزيف ديال الماء باش يعود الماء اللي يضع له مع العلم أن الأعضاء ديالنا كتشكل من سبعين في مية ديال الماء فهذا الماء هذا خصو يضروري يبقى في الجسم ديالنا لحقاش كيلعب واحد دور كبير في التوازن ديال الجسم بالإضافة لأملاح المعدنية صافي؟ هنا الفيتامين مثل الفيتامين A اللي كان في الجزر مثلا في الكاروت هو مزيان بالنسبة للبصر كنسميه فيتامين دولا فيو الفيتامين ديال الإبصار وبالتالي هاد الفيتامين كتقوي الجهاز المناعي ديالنا كنسميهم أغضية ويقائية بروتكتور وفيتامين وفيتامين كنسميه هو هذا النص ديالنا لذلك الزليمو جوا ديال رول تشاركو نتخوف الزليمو انرجيك أغضية طاقية الفورنس الانرجي أو كار إيمان كتعطي الطاقة للجسم البشري السوكريات كتعطينا طاقة ميكانيكية انرجي ميكانيك باش نتحركو والدهنيات كتعطينا طاقة حرارية انرجي تيرميك لدينا الزليمو مباتيسور أغضية بنائية هما أصلا أو كتمثل في بروتيدات من أصل حيواني سيرتو وإضافة لبعض الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم اللي هو ضروري في بناء العظام لزو وعدنا الزليمو فونكسونيل وبروتكتر أغضية وظيفية ووقائية في كلقهم كالقهم جينيغانمو في الخضر والفواكه بحل الفيتامين والماء أغضية منيرون اللي تجعل الجسم يبقى في توازون إذا وصلت إلى هذه النقطة فهذا دليل على أنك بغي تعلم أو بغي تنجح ففي التعليقات هذه تكسب تم يعني رأك وصلت إلى هذه النقطة هذه نتمنى لك حد موفق إلى اللقاء في الدرس المخبل ديال لديجيستيون اليوم ردي نتكلم على الكارنس أليمنتر بعد نشوف لرسيون أليمنتر فنالما سنرى الليجيان دولابا غاية ديجيستيف ولا وقاية الجهاز الهضمي كما العادة تبقى معي حتى الآخر الفيديو لكي تستفيد إن شاء الله جيب واحد ورقة وستيلو لكي تدر أو لكي تأخذ أهم النقطات التي جاءت في الدرس وقعوا أعلي وتلاقوهم بعد هذا الفاصل حسنا ماذا حسنا هذا الفائق الغذائي ؟ ماذا هو مرض السوء سوء التغذية لديه إن إنسيفيزانس أو بيامونك ديزالي مو سامبل دون لغوبا كتعلق بالنقص والعوز في الأغذية البسيطة في الواجبات الغذائية ألو راضي نشوفو كالكوز اكزامبل ونو ونو نشوفو السامتوم الأعراض لكوز دولار مالادي أسباب هذا المرض ومبعد راضي نشوفو البريفنسيون ديال هاد المرضي هادي الويقاية من هاد الأمراض هادي قديم بتضيب لكواشوركور هاد الكواشوركور هادا بالأعراض ديالو كيكون عندنا ديفلوبمون نورمال إذا لدينا واحد النمو غير طبيعي كيتجلف الانتفاخ ديال الأطراف ولا الأوديما كتسمى الأوديما نتيجة احتفاظ هاد الأطراف بالماء ألو كالكوز دوسات مالادي توسمكم سيطين كاروس عن بروتيد دوريجين الانمال دوك واحد النقص في البروتيدات من أصل حيواني بالإضافة بعد أحماض الأمينية quelques أصيد أميني دوريجين يمكننا القيام هذا المرض هذا سيطين يجب أن نحن 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 بروتيد من أصل الحيواني سيطين أغذية غنية بالبروتيدات من أصل الحيواني أيضا في القفص الصدري وكنا نلاحظ أن الأطرف السفلة كتكون أغكي يعني مقوسة على شكل أقواس إما بهذا الشكل هذا ولا بهذا الشكل كما كتشوفوا في الصورة مالأعراض لهذا المرض هذا لدينا نقص في فيتامين دي اللي كيتب الكالسيوم على العظام وأيضا نقص في أملاح الكالسيوم الربما سبو الوقاية من هذا المرض هو أن ناكل أغذية التي تكون غنية بالأملاح المعدينية مثل الأولي ونأكل أيضا أغذية غنية بالفيتامين الدين مثل الكابيد التي يمكن من تثبيت أملاح المعدينية على العظام وت تتعرض باستمرار الأشياء الشمس النافعة صحيح أن أشياء الشمس تتبت أو تتعمل على تحويل المواد الدينية في الجلد إلى فيتامين D لدينا السكوربيوت هذا السكوربيوت من الأعرض أنتفاخ ونزيف السينيوم للثا يعني هذا لحم الأسنان وبعض المرات يكون تساقط الأسنان يكون نتيجة نقص في فيتامين C لكي يقايم هذا المرات يجب أن نأكله أغضية غنية فيتامين C مثل الحمضيات والفلفل لكي يقايم هذا أو التدرق كي يكون في الأعرض دياله إيبار تخوفي دو لغنية تيرويدية انتفاخ في الغدة الدرقية نتيجة نقص أملاح اليوض يعني الملح اللي كنطيب بها فباش كله يقايم هذا المرات خسنا ناكله أغضية تكون فيها أو مزودة بأملاح اليوض نطام الفروي دماغ يعني فواكه البحر كروفيت كالعمار بلوس مائدة أو ملح المائدة اللي كنطيب به عندنا الانيمي ولا فقر الدم بالأعرض دياله بلوغ يعني شوحب كيكون الواجه شاحب ولا صفر كما نقوله إنسان كيكون ديما عيان فاتيق بيرزيستانت كيكون نتيجة نقص أملاح الحديد في الدم لغر باش يمكن له يقايم هاد المرض خس نوفره أغضية اللي هي غانية بالأملاح ديال الحديد بحال باري اقزمبل الشوكولان ولا بعض المكسارات صفر كحاصيلة بور ايضا مالادي كما شفنا باش نتجاوز و باش نحمي راسنا من هاد الامراض هادي خصنا نوفره أو نستهلكه أغضية متوازنة متنوعة باردون و كافية ذو هاد شي اللي كان هاد ينتقلو هادي اكزي هادا اللي كيندرج في الدرس ديال لغاسيون اللي منطقة دوك حاول نجيب لكم واحد تمنين اللي كيتعود يعني بسافة مستمرة فإلا في امتاد التمنين هادا يطبقوا على التمنين اللي هادي تحطوه في فورط دوك هنا واحد الشخص بالغ هادا هم المواصفة ديال في مات وستين خمسين كيلو الى اخر خلال 24 ساعة لاغذية التالية هادا هما الاغذية اللي كلا صافي بان فروماج اتتا هاد الاغذية هادي هاشحال وفرت له ديال الاغذية البسيطة الكميات ديال الاغذية البسيطة البروتيتات الدهنيات السكريات وبعض الاملاح المعدينية باضافة الى الفيتامينات و والماء الكسيدي علما ان واحد غرام ديال السكريات يعطينا 17 كيلو جول ديال الطاقة واحد غرام ديال بروتيتات يحرر 17 كيلو جول ديال طاقة واحد غرام ديال دهنيات يحرر 38 كيلو جول ديال الطاقة هاد نحسب الامداد الطاقي الابور انرجيطيك دوسيز الليمون كونسومي بار ست الدوليسون الوكيفاش هادي نوريكم الطريقة ادوزيام قالك ساشون كو ديال انرجيطيك علما ان يعني الحاجيات الطاقية ديال هاد المراهق اليومية كتقدر بطناش نالف وخمسمية وربعين كيلو جول واش هاد الكلتة الغذائية هاد واش هي كافية واش كتغطي الحاجيات اليومية ديالو من الطاقة الوكيفاش 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 نشوف هنا هادي نشوف باش نحسب الامداد الطاقي هنشوف الكمية ديما ديال الدهنيات والسكريات صافي هادي نختم معي ثلاثة هاد مية واحد تمانية وثلاثين اربعمية وثلاثة وشري الوك هادي ندير ادرجع باش تبع معي اعقله مزيح معي عن دي مية واحد ثلاثين اربعمية وثلاثة وثلاثين الوكيفاش ندير بالطاقة ديال الدهنيات كان دولت مية وثلاثين غرام اللي لها مضربة في ثلاثين مقسم على واحد ديما الكيمية ديال الدهنيات نضربها في ثلاثين نقسم على واحد تعطينا الكمية ديال الطاقة ديما الكمية ديال البروتيتات اللي هي 101 غرام نضربها في 17 هذ المرة نقسم على واحد تعطينا الكمية ديال الطاقة ايضا السكريات نضربها حتى هي الكمية ديال 17 كيلو جول ونقسم على واحد وكتعطينا الكمية الطاقة لكي نحسب الإمداد الطاقي يكفي أن نجمع هذه الطاقات اللي حصلت اليوم صغير اعطتني في هذه الحلقة 10 350 كيلو جول سنقارنها مع الحاجيات الطاقية اللي اعطوني ديال المراحق اللي خصصه خلال 24 ساعة 12 540 كاللاحظ كاللاحظ ان لا تغطي الحاجيات اليومية ديالو علاش الحاجيات اليومية ديالو اكبر من الامداد الطاقي اللي وفرت له الكل الغذائي صغير يوفر او باش يسد الحاجيات اليومية ديالو خصص الطاقة اللي يوفرها له هاد الاغذية هدي تكون اكبر او تساوي هاد القيمة اللي اعطوني خلال 24 ساعة اذا كالحاصيل لغاسيو الامواتي الكيلتا الغذائية هي كمية ديال الاغذية اللي خص واحد الفرد ديها كلها خلال 24 ساعة متوازنة وكافية وكتغير حسبها بجموعة من العوامل عندنا الجنس عندنا السن القامة الطقس ولا المناخ والحالة الفيزيولوجية ولا النشاط الجسماني ديالشخص يعني كل حالة كيتغير فيها الحاجيات اليومية ديال الطاقة حسب اختلاف هاد العوامل اللي كتشوف صفين افين الماضي شوفو كيلكو مالادي كي مناس بعض الامراض اللي كتعدد الجهاز الهضمي هدي يبدأ باركزمبل البلاكاري دون تسوي الاسنان نطام يعني السكريات اللي كتدير او كتخلي واحد الباكتيري انها تحطم البنية ديالاسنان صفين طو سمبل باش نعرف يعني القايا هاد المرض يجب يجب بيان لضن حسن يغسلم زيان لضن وايضا البواسون غازوز المشربات الغازية هاد يجب القرحة المعادية عوامل نفسية مثلا القلق والتوتر وكاين عوامل الاغذية مثلا الالكول واللاصيد المواد الحمضية دون باش نعرف ديما الطرق ديال الواقاية غد ندر العكس ديال السببب صفين كونستي باس امسا كتجي نتيجة عدم شرب كمية كافية من الماء ولا مليك ناكل اغذية فقيرة من حيث الاليف الغذائية بوافر ان فيبر اليمونتر وخصنا نشرب المبزاف وخصنا نتناول اغذية اللي فيها الفيبر بحال باريزمبل لبوم باريزمبل عندنا الانتوكسيكاسيون اليمونتر تسموم الغذائي كيكون نتيجة هو ولا دياري يسهل نتيجة تناول اغذية اللي هي ملوثة ملوثة بولية ولا بريمية يعني فاتة الصلاحية ديالها صحيح ولا عن طريق شرب المياه اللي هي ايضا ملوثة طوك كانت هذي خلاصة لثلاثة ديالدروس ديال ليدوكاسيون نتخيزيونال تمنى لكم حد موفق في الفورة ديالكم الى اللقاء ملوثة